واش عمرك سمعتي بكسكسو كيتفور بيد الميت سيدة يالله متفونة ما كاملاش 24 ساعة كتجبدها من القبر ديالها وتكسكس بيد ديها الكسكسو باش شكلوا العباد اللحن قصة اليوم كتتعتبر من أخطر أنواع ديال السحر واشهد مسخة الوالدين غايتشدوا ولله وكيفاش وقعت هاد القصة وشنو التفاصيل ديالها بسرعة وقبل ما مداول الناس اللي عايشين في الخارج يجبني كتغلو تسايف تفلوسكم لعائلتكم هنا في المغرب عبر تطبيق الطابطب سند لا تنسوش أنكم تدخلو الكود برومو اس اس 5 بزادكم خمسة أورو والعملية راها فابور والرابد الكود برومو سنجده لكم في أول تعليق مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من الحلقات هاشتاك ساميع بعاكم سوفيان ساميع القصة كتبدأ مع واحد العساس ديال المقبرة اللي عنده الدار وسط من المقبرة وهو الكعس هذا المقبرة هذي في مدينة بنجريف فهذا العساس هذا غادي نسميه بوشعيب فهذا بوشعيب عنده ولده ومرته وعيش في المقبرة هذي كترزق الله بنهار راكيهس ويحتبل الليل كيرد البال مر راكيهس ومر راكيناس في واحد النهار من أيام الله هذا بوشعيب كالعادة أن أي قبر تدفن أو أي واحد مات ودفنوه فالغدلي الصباح كي يكون هو ممكن اللف من طرف العائلة ومشي يسبغ القبر ويقعد دو ويرش عليه الماء في اليومين اللولى فوشعيب مشى هذ الصل ديال السباغة ديالو باش يسبغ واحد القبر ديال واحد السيدة اللي عنده 24 عام يالله ماتت يالله ليلا واحدة باش ماتت او باش تفنوها فمشي بوشعيب باش يسبغ القبر فكانت الصدمة الكبرى وجليه فشلوا عليه بنيباليه منظر بشح جدا ومنظر كيهز القلوبة كتباليه الجتة ديال هات السيدة دياللي ميتة كي مجلنا عنده 24 عام خارجة من القبر ومليوحة وسط من القبوح فبوشعيب شد فراسو من قوت الصدمة والتخلع ديال بالصح فجاء ولده كي يجري عنده فبوشعيب قال لي ولده اجي ندخلو رجعو هاد الجتة هاتي رجعو على القبر ولده تخلق قال لي لا بابا ممكنش رجعو على القبر يالله ماشي نقولوها البوليس ونعيطوا البوليس حاجة شي خاطر واتشير ممكن يصيفتنا للحبس فبوشعيب مقدر يديوالو قدام ولده فقرر انه يمشي ايديكلاري عند البوليس فاول حاجة من يمشي وديكلاراه وجو البوليس فتحوا التحقيق دابل المعاينة المسرح الجريمة والقاديات تبوم في بنجريل كاملة فالبوليس اول حاجة يبدو بها هو انهم يبدو يحققوا مع الاساس للمقبرة هو ولده ومرته فالزوم كاملين ودهم الكوميسارية باش يحققوا معهم وكل واحد يحققوا مع ابو وحده لا يعود يكونوا متعافقين ولا شو واحد يقومش رواية كتختلف على فيواية اي واحد فيهم فهذه الطرق واساليب البوليس والتحقيق ديالهم فقدوهم بثلاثة وعزلوهم كل واحد بوحده وبدو كتطفوا عليهم بنفس الاسئلة فالقاوا الاجوبة ديالهم من ساجمة ومطبة وهي هديك ومكيش حاجة لكتدخل الشك ولكن الحاجة الوحيدة اللي كتدخل الشك هو مني سوله بشعيب الاساس ديال المقبرة وقالوا ليه واش كتعس المقبرة بالليل وبنهار وعودنا على التفاصيل ديال الخدمتاك قل لي ما ودي انا بنهار راني كنعس وانا معك كبرت واشترفت وموقعت عندي صحة فمرة كنعس مرة كنعس وفي غالد الأوقات راني كنعس بالليل جح لقدم مقعاس 24 ساعة على 24 ساعة فقالوا ليه واش كنش واحد يقومك في الاساس فقال ليه واش كنش واحد ما يختم معك في الامقبرة قال ليه ايه كن عبدالعالي هذا عبدالعالي يحفر القبورة وكان حفر قانوية القبورة لكان شمية غي تدفن كانت تدفنوا مع العائلة دياله وقد يدوروا معنا ويتهلوا فينا ولكن كانش قبر خصنا نبنيه عليه ونصيبوه ونصبروه وقد نديروا هاتشي وهنا البوليس سولو بشعيب قالوا ليه هو هذا عبدالعالي في غديل القوة قال ليه مرفضاره قالوا ليه اخر مع الشيء قال ليه شو البارح كان معنا بنهار ولكن ما يكون شو بالليد اغلبية يكون بنهار كي يحفر القبورة وكترزق الله وكيمشي في حالاته فالبوليس مشاوا على الدار بشعيب ندقوا خرجت لهم الزوجة دياله فقالوا ليه في نوع عبدالعالي قالوا ليه هم سافر اليوم الصباح ومعرفشوش في المشا فالبوليس هنا تفاجئوا كيف عبدالعالي سافر في نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمة فهزو الزوجة ديال عبدالعالي ودوها باش حقه معاها فالوقيت اللي مقاومة كحقه معاها جاو شعيب هذيك العشية منيبوليس اقول للخبار انه وشال الدار جاو مباشرة ودوها باش حقه معاها عبدالعالي بنسولوه وطرحوا ليه مجموعة دي الاسئلة بوحده وطرحوا مجموعة دي الاسئلة على مرتوك بوحدها القاوكين تضارب في الإجابة ديالهم والأجوبة ديالهم ماشي ليه اول تضارب بيناتهم هو انه قال البوليس انه راح خرج مع الساة الصباح ممش تسافر بل واحد مدينة اخرى باش يقضي واحد الغراض وغيرجع في المقابل الزوجة تقول انه راح خرج مع 8 صباح ماشي مع الساة الصباح فهنا البوليس من انقعوا اول تناقض مبيل الهضرة دي المرتو ومبيل الهضرة دي العبدالعالي فهواجهوهم وقالوا ليه مرتوك عالية تقول لك خرج شي مع 8 صباح وماشي مع الساة الصباح فهنا زادوا وزياره البوليس كتر فقف ليه مع عبدالعالي بجميع التفاصيل والاعتراف دياله كان صادم جدا للشرطة اللي حقت معه وهناك يطرحوا بجموعة دي الاسئلة عليش عبدالعالي حفار القبور جبدت الجتة من القبر ديالها اللي مكملش عليها 24 ساعة واشنو الهدف انه يجبد الجتة دياله فعبدالعالي يبدك يقف ليهم باعترافات صادمة جدا واللي مرعبة لأي واحد يقدر يتصور هاد المشهد اللي فيه عبدالعالي يبدك يقول البوليس انه اني علاقة للحاد وخصني الفلوس وخصني باش نقصر وباش نكمي وباش نشرب وتاباش نصرف على العائلة ديالي واذاك الفلوس ما كافي نيش فوحد السيدك يعرفها من دوار دياله سميته الساعدية عارفة لي نقطة ضعف دياله انه عزيز عليه الفلوس فجأت عنده واحد نار وقالت ليه شنو بلك عبدالعالي تجبد الناوحة السيدة بايا الله هدفنات اليومه من كسكسو بيديها وارجعوها للقبر دياله وتاخد فليسات عبدالعالي تصدم وقالت الشي ما انقضاش نديره ولكن هي كانت عارفة انه قرب ضعف دياله هي الفلوس اجبدت ليه جوشة المليون عطاتها ليه قلت ليه جوشة المليون غير تصريق وبنها ستكمل المهمة وتكمل معانا العملية سنزيدوك مليون اخرى هي 4 مليون فهنا بالعالي اللي غير حفار ديال القبورة ويجمع المياوات والأفرنكات وربع مياوات والخمسين ذهمات مع الناس اللي يروفو عليه ويعطفو عليه فمنك يسمع انه فعملية ديال الحفار القبور هو ملف انه يحفر ويدفن الموتر يعني ما شي حاجة غريبة عليه والشي حاجة غتخل عكتر فزعم مني بانت ليه 4 مليون فالشدة تجد المليون وقال لي يا صافي ولكن السعدية وركعت عليه وقالت ليه ضروري قصنا هاد الليلة هادي قبل ما تكملها هلا 8-40 ساعة لانه في عالم السحر والمشعويدين خاص للجتة تكون يالله هدفنات وباقى مديزاش عليها 40 يوم حسب الاقاويل ديال السحرة والمشعويدين في المجال هذا فعبد العالي قال له اخه درجة من يوم يجيبه ودعم مع الوحدة الليل عبد العالي دخلت النهار بكارير داره عن غير العادة حيث مرته وعطار فتعليقات لهم موالفة عبد العالي ولكن دخلت النهار مع الوحدة الليل فهو نعاس البراء ونعاس الوليدات وخرج مع الوحدة الليل حتاجت عنده السعدية هي واحدة المر معها ليه وقاليه الساحرة والمشعويدة جاء ملتمة لكي لا تعرف عبد العالي وعبد العالي لكي لا يعرفه وعبد العالي لكي لا يعرفه والمشعويدة فهنا يمشون القبر وعبد العالي يحفظ معهم ويجبدوا الجوتة للسيدة اللي عند 24 عام ويلا الله مدفونة ما كاملش عليها 24 ساعة والقمرة مضوية فهذه المواصفات انهم باش يقوموا بعملية السحر ديالهم ويجبدوا الكسكسو ويجبدوا يديها من الكفن وبعدوها شوية على القبر ديالها وبدأوا كيكسكسو في واحد المشهد مرعب جدا فهنا عبد العالي كان تافق قبل مع ابو شعيب العساس ديال القبر او ديال القبورة ديال المقبرة عفوا كان تافق معه قبل حقاش عبد العالي فالول تخلع قال ميمكنش ان القادية ينديبها غيف بوحدي بيقدر بشعيب عقبية وعاية ليلة البوليس ونوليف المنشاكي الله مدخن معي بشعيب العساس ديال المقبرة في المعماعة باش عالاقل احضي فبشعيب بني عرض عليه صفقة قل لي اودي انا ما انقرب من القبورة ما انقرب من الانجوتات الاولى انا اللي غاندير معاك هو انقلس فوق الصور نحضي عباد الله اللي خارجي من الانفجار واللي غادين يصلي وليش واحد دراجع مع الطل نحضي بش ميشوفكم بتش واحد من غير تشي ما انقدر ندير والو فقل لي عبد العالي اوكي انت مشغلكش غير رايح فوق الصور ديال المقبرة وحضي ان اللي غادي و اللي جاي وارد معان البال فتافقوا على هذه المسألة هذي فمنيج بدو السيدة من القبر ديالك الليلة وكسكس وبيت ديها عبد العالي قال ما كيلاش انا غمقا معاهم اجي مشي الضاري اريح مشي انتكناسة في رسالات المهمة وابوشعيب غادي غايرجع للقبر وغيرجع للجوتة للقبر ديالها فابوشعيب قال لي اودي انا ما غيرجعاش للقبر ديالها فقال لي غيرجعها وهذه فبغير يحط عبد العالي بغير حطوشعي في امر واقع وميقام يدير ويرجع للجوتة للقبر ديالها فابوشعيب العالي اختل فلوس دياله وزايد داره ناس تخدم عن وحدة الليلة ونس فابوشعيب العالي بقى حاضي لهم لغادي واللي جاي العيالات بجورج ميسا لو من المهمة ديالهم وشافوا عبد العالي مجاش شافوا شعيب اللي حاضي لهم مجاش فصلتوا في حالاتهم وخلاوا الجوتة خارجة من القبر في مشهد مرعب جدا بوشعيب من قرب الفجر الناس بدأوا غالين جايين فخافته هو انهم يشكوا فيه الناس وليشهدوا فيه قال رصافي عبد العالي غيكون رجع الجوتة للقبر ديالها ورجع نعصف لاصو والعيالاتهم مشاوا على بالهم ان بوشعيب وعبد العالي رغبين يجيوا يرجعوا الجوتة للقبر ديالها ولكن حيث روح عزيزة عند الله وحيث هذا الشي اللي كدبوا فيه خطير جدا ومن قبل بتاشي واحد ربي بغي يحصلهم وبغي يفضحهم فواحد عول على واحد وفي الاخير تبقى تبره ومن الدفنات لذلك الشي اللي غتليه الصباح من يجيو شعيب وولده باش يشوف القبر ويسبروا اللي يالله تدفن لقاه مشهد مرعب جدا اللي يلقى الجوتة خارجة وبشعيب ما قدر يدير واله قدام ولده حيث مخبي على ولده فقال لي يالله مشون ديكلارة على البوليس باش يبان انه مدير واله وانه بعيدة هو على هاد المشكلة فعبد العالي بنعود لهم التفاصيل كاملة البوليس مشوطاره على السعدية وهذه المشعويدة اللي معاها وشدوهم وتهوا معطرفوا بهذا الشي كامل وبعد تفاصيل كاملة والبوليس قدروا انهم ياخدوا منهم تلك الكسكسو اللي كسكسو بيه بيد الميتة فكان مشهد مرعب جدا وقصة حقيقية اللي وقعت في بنجرير المحكمة في الاخير حكمت على عبد العالي بخمس سنين ديال الحبس وحكمت على السعدية وهذه المشعويدة اللي معاها عشر سنين الوحدة وحكموا على بشعيب العساس المقبرة حكموا عليه بكل سنين ديال الحبس مع العلم ان هذه الجريمة هي جريمة شنعاء وممكن انهم ياخذوا اقصى العقوبات من هذه العقوبات اللي خداوها دعونا الأراضي لكم في التعليقات واشجعونا بلايك وبالدعم وجديدنا دائما نجد القناة على موقع يوتيوب هذه تحيات سوفيان سامع السلام عليكم